نتحدث عن الأغنية العراقية بهذا الوقت تحديداً خاصة أن الناس صارت تحب الأغاني العراقية حتى ليس فقط داخل العراق إنما الوطن العربي بشكل عام تيتجه للأغنية العراقية فماذا نستطيع أن نوصفها الأغنية العراقية بهذه الفترة والله شوف هي الأغنية العراقية رصينة بكل عواملها والأغنية العراقية ثابتة رغم ما موجود إسفاف وموجود تلكه في بعض الأمور لكن الأغنية العراقية أغنية رصينة أغنية ثابتة أغنية طويلة المدى يعني رغم سفراتنا وارتباطنا بالجمهور العربي دنحس ودنشوف أنه صدى الأغنية العراقية وأحبهم للأغنية العراقية لأن الأغنية العراقية تنطيش معاني كثيرة في أمور الحياة في أمور الصداقة الأخوة الغربة فبكل شيء تلقين قصة أو موضوع موجود بهذا الموضوع بالنسبة للآن الموجود بالساحة وماذا يصير من تلكه بالأغنية العراقية والفن العراقي عامة لابد يطلع تقصير من بعض شعراء من بعض ملاحنين من بعض مطربين وما نقدر نقيس على الأغلبية لا أكو أصوات حلوة أكو ملاحنين حلوين أكو شعراء باقرة دي يقدمون شغلات حلوة دي يقدمون فن دي يقدمون أغاني طويلة المدى واللي دي يقدم يريد أن على قولة المفردات الآن اللي يطاش أنه يريد يطش صحيح فتشوفين هذا يقدم محتوى على قدة على قدة لمدة شهر أسبوع أسبوعا ويننسوا مع السلامة ويروح فتبقى الأغنية العراقية رصينا المطربين العراقيين الأبطال الموجودين أصوات حلوة الحمد لله الأغنية العراقية بخير وتبقى بخير إن شاء الله تمام أستاذ خالد شنو أعمالك الجديدة وإذا عندك أعمال جديدة خلي نسمعها بناسبة العيد عادي حتى لو من القديم والله شوفي عدنا كثير أعمال يعني إن شاء الله يعني خصوصا بهاي الفترة تم تسجيل أغاني كثيرة والآن تصوير أغنيةين جديدة وحدة شوبي وحدة أغنية خفيفة إن شاء الله على العيد يعني هالأيام هاي تكون نازلة نقدر نسمع منها شوية أيام العيد والفرح وتعامل أي هسه أسمعش وتعاملنا هواية ويشعراء ملاحنين وكثير يعني نسمعش من القديم الجديد قلي مفاجأة ليش نحرقه نسمع من الخيالة من تطلع هسه من تنعرض بس إذا بيها بجان نسمع شوية من تشوبي بعدين تكون مفاجأة لكم لأن الجديد راح يطلع خالد العراق بغير صورة لأن الناس الآن يشوف خالد العراق بعد على القديم وبعد على الأغاني القديمة والتسعينيات والله هو أفنا نستقد لهذا لا فخليهم يشوفون خالد العراق الجديد بهاي الأمور أفنا نستقد لهذه الأغاني اللي كانت بفترة التسعينات لرصانتها ولجوجتها العالية صح بالعكس صح نريد أحد يرجعنا إلى الزمن القديم بالفعل الأغنية مو شوفي نرجع نرجع إلى محور وهو الرقابة قبل كانت رقابة على الكلام رقابة على الأغنية رقابة على المطرب رقابة على الألحان الآن كل شيء متاح كل شيء مفتوح بيدك تليفون تشتغل تسجل تحشي تتطاول كل شيء موجود ما أحد يقول له أنت شنو أنت شد تسوي أنت ليه هذا غلط ومن تقول غلط كلها تقوب عليك ليه شقدت غلط رقابة على الفيديو كليب أيضا شقد يأثر ولكن خينا نفرفش متابعينا من الصبح بصباح العيد ونسمع منك عيد يلا نسمع نسمع تدللين أنت حبيبي أنت حبيبي وانت حبيب وغالي وانت حبيب وغالي خليت قلب بحيرة وانت تعرف أحوالي مغرم ولا لسيرة وانت حبيب وغالي أنت حبيب وغالي دمعني كسرت قطيرة فوق الخدود وسالي ما يفيد الألم تخديرا يا غير همس الغالي يا غير همس الغالي أنت حبيبي أنت حبيبي وانت حبيب وغالي وانت حبيب وغالي جمهورنا الغالي وانت حبيب وغالي ويسهل نقدم له وكل عام وانت بألف خير يسلم صوتك أستاذ خادر أستاذ خادر أسألك سؤال أنت وي الفيديو كليب الأغاني اللي تصور فيديو كليب ولا وي الفويزات بس يعني أنه بس صوت يهو اللي عنده أقبال أكثر هزة بشارع الإراضي الأغنية لا هو هسا مو قتلك أنا نرجع لنفس المحور اللي قتلك الآن ماكو ماكو قيمة الآن ماكو تقييم الآن ماكو رقابة الآن ماكو الساحة مفتوحة ولمن هب ودب كيفك أطلع يلا صير مطرب صير مشهور صير الطش على قولة مطشة هو أنا على مطلح الطشة هل فيديو كليب ماكو أي قيم فيديو كليب حتى تصعد المشاهدة لا 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 ماكو يا فيديو كليب لا 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 بالستوديو هسا أنا قاعدين وياكم بالستوديو هسا أسود السناب أو بموال أو بطرفة صغيرة بعد دقيقة تلقيها على تكتوك واصلة ملايين وطشة وخلص صار تشغل أو تش فلان أو تش فلان ماكو بعد قيم يجين مطرب يسجل فيديو كليب ويصور يمكن مؤخرا للأسف شفنا يعني توجهات البعض أكيد مولكل احتنا نعتز بكثير من الفنانين الشباب والفنانين القدامة لأنه حافظوا على صورة الفنان العراقي والمطرب العراقي بشكل صحيح ولكن لا بد أن تصير بعض الاستثناءات بالمجتمع اليوم يعني التنافس كبير وجود عدد من الفنانين ومن المواهب الصاعدة كبير أيضا وتنافس عال نقدر نقول فاليوم شنون اللي يميز النوع من الغناء اللي قدمة خالد العراقي والله شوفي هي الأغنية العراقية ثابتة الأغنية العراقية رصينة ما تقدم أنت إليك محسوب بسجلك بتاريخك تقدم راقي تقدم شي حلو تقدم شي مرتب الناس تسمعك وتريدك ما لأنه تقدم شي محتوى غير لائق محتوى ما بأي ثقافة أي شي عدنا أولاد عدنا أطفال عدنا شابات عدنا نساء عدنا رجال كبار هذول لازم يكونون بالدرجة الأولى أن تكون حاسب حسابهم تكون دارسهم دراسة تعمل يعني أنت الآن تدخل إلى بيوت ناس وإلى أولاد وإلى أطفال وشابات بدون استئذان صحيح إذا ما تكون بالمحتوى اللي تقدمه شي راقي ومثقف صح شنو أنت طالع طالع لأي غرض طالع يعني أنتطش على حساب كلمة تافه أو محتوى تافه أو حركة أو تقليدة أنا موضي والله شنو صار هل من المعقول صار الفن والرقي والله أنطيني لايك أنطيني مشاهدات لا أتمنى الآن تنسد المواقع التواصل وتنسد كل هاي المواقع ومنكون بهذا مع احترامات السخف وهذا الانحطاط يعني يمكن بالوقت اللي ظهرت بحيح بعض المقاطع بعض الأشخاص يعني أنا أنا رجل ولكن لا أتمنى أتمنى أنه مواقع التواصل الاجتماعي أنا رجل أنا رجل أنا رجل بهذه ماشي يا عزيزتي بس بالنسبة أنا أقدم لك 2% وأقدم لك 90% فاشل شلونها قارنيلي بيها الآن المحتوى الأكثرية والأغلبية من محتويات غير العائقة يا عمي زين أنا من الناس أنا مرات أدخل على تكتوك شوية يعني دقائق أشوف يعني أنا أنا رجل أخجل من ما تقدم مرأة أو يقدم طفل أو يقدم شاب أو يقدم رجل كبير زين أنتوا الكبار أنتوا كبار نتنا نقول الرجل الكبير هذا عقيل مفكر يقدم ثقافة ينصح أولادنا ينصح شبابنا الآن الرجل الكبير لذلك صار اليوم الاعتماد على الشخص هو اللي يختار المحتوى اللي يتابعها شلون الانقلب هو اليوم صار الاعتماد على الأشخاص لازم يكونون هم اللي يختارون المحتوى اللي يتابعوه المحتوى هو اللي يتحكم بيهم عزيزتي عزيزتي ماكو 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 أنا الآن في بيتي ما أقدر أنا أمحي أو بولادي أنه ولا يشوفون فلان غصباً عليهم يطلع لهم العتب مو عليهم العتب مو على الأولاد ولا على أي شيء العتب على الرجال والوزارات اللي موجودة بالدولة يجب أن يكون هناك رادع زين أنت يا وزير أنت يا وزير أو غيره أو غيره زين أنت ما عندك أولاد بالبيت بناتك عائلتك زين هذا ما تخاف على عائلتك على أولادك منهي شيء موقترات زين أستاذ خالد بمحتوى فاشل أجي أسوه عليه مذكرة تلقى قبض وأذب السجن أستاذ خالد أكيد أكو أغاني عراقية أخذت شهرة واسعة طبعاً بالشارع العراقي وصار الكل يسباحها صار مو بس بالشارع العراقي حتى بالدول العربية المجاورة هس أريد أسمع من عندك مقطع الأغنية أنت يعني جابت شهرة عالية إحنا اليوم رح نستغلك بالأغاني والله شوفك وهو يغاني شبابنا الحلوين لا تأمرين أمر لا لا شوفك كثير أكو أغاني حلوة وأكو أصوات حلوة أغانيهم للآن موجودة وتغنى وموجودة وكل حبوها بالوطن العربي وبالعراق وبكل مكان يعني أكو أكو ما نقدر نقول ماكو وما نقدر نقول أكل غير ناجح لا أكو أصوات سمع أنا أكثر فيه قريب قريب إليك والقلبة والله شوفوا هي هواية هواية أغاني الشباب حلوة وحدة منهم يعني بحفلاتنا مطلوبة ونغنيهم يعني كثير كثير أغاني حلوة ماذا أوفير خلى تذكر لي شبوح حبك يديق بالرأس ماليني حوب وإحساس غير أنت تاج الرأس وهذا مكانك حبك سوال فليل وشفاك طعم الهيل بقلبي عاد تعيش وهذا مكانك وريدك يا غالي يلم نور الليالي وريدك حبيبي غيرك فلا يحلالي يا أول وأخيري غيرك يعني هيش تحترفين الغانة رادة لحفظ هواية وماشاء الله هواية كل يوم تطلع من تغني أبداعت أبداعت بشكوا أغاني حلوة حلوة عاشت إيديهم شبابنا الحلوين دي يقدمون طيب اليوم نصيحة لا يقولون والله خاد العراقي قديم ما يغني جديد لا بلعب أحنا اليوم نعرف أنه خبرتك بهذا المجال يعني خبرة طويلة وأيضا من الأسماء الرصينة بمجال الفن العراقي فاليوم شنا تقدم نصيحة للفنانين للشباب الله يخليك والله يا شبابنا أنتوا تسجلون على عين وراسي تقدمون للفن وتريدون أن يكون إحنا هم مثلكم بالتسعينات هم نريد نشتهر ونريد نطلع شنسوي ما نسوي بيعنا حتى بيعنا غراض بيوتنا بيعنا على مود أن نثوة وجود وأن نكون موجودين وأن نكون وأن نقدم للناس فأنت الآن كل شيء متاح عندك كل شيء عندك مو بزمنة المحاربات والنقابة وغيرها وغيرها ورقابة الآن أنت كل شيء عندك مفتوح تقدر تقدم تافه محتوى فاشل وتقدم محتوى راقي فأنت بدل ما تقدم محتوى أريد تشبيه زنياخي قدم أنت بنفس المبالغ اللي ده تسجل قدم أغنية رصينة من كلام من لحن اختار ذوق راقي بدل ما الأغنية تبقى شهر عندك وتنعرف شهر وطش وهي أوكي وتموت زيان سوها عشر سنوات خمس سنوات خلي الأغنية تبقى برصيدك زيان أنت بعد سنة بعد سنة ونص من راح يسئلك تاريخك شنو ش راح تقولهم إذا أنت مقدم محتوى فاشل ش راح تقولهم زيان أنت ما تخجل من هذا الموضوع نعم أستاذ خالد يمكن لأنه أكو نسبة كبيرة من الناس تحب تسمع هاي الأغاني طبعا هم أكو ناس تحب تسمع أغاني التسعينات والثمانينات أكيد بس هم أكو نسبة عالية من السباب يحبون يسمعون هاي الأغاني الجديدة ما عدنا أي مشكلة عزيزتي ما عدنا مشكلة هسا احنا بالحفلات هسا مو إحنا دار غني نفس الأغاني هم داي يطلبوها من عدنا ومجبورين أن تروح تحفظ وتغنيها يعني أنا من الناس شوفهم مرات أغني أغني بالحفلات بقاعات أغني تايبين إعزاز يقعدوني ثاني يوم يقعدوني تعال غني أغاني هاي يخبروني خمس محلات ست محلات تعال تعال فأوكي أكو أغاني حلوة وخفيفة ومرتبة بس وصلنا إلى أكو أغاني خفيفة قام تمس العائلة العراقية والجيل العراقي نعم حتى إحنا من نسمعها إحنا نخجل إحنا كرجال كشباب نخجل يعني زين ليش يعني هلو الطشة زين مو أنت عندك تليفونك وإسمك وأكو أصوات كلش حلوة وأصوات قوية زين ليش تقدم هالشغلة تافة زين أنت بمكانية صوتك عالية أو تضغي على كثير من المطرمين بالساحة موجودة أحنا اليوم نريد حوالي راقي أبرز بسوء زين ليش تقدم محتوى اليوم نحن بعيد وريد ننتمينا الأجواح ريد فرفش ريت شوية يعني أستاذ خالد ريد نختم الحلقة أو نختم ويات بأغنية جديدة يعني ريد حصريا تطلع على دجلة ما قطع من عدها بس حتى نختم وياك بأغنية من أغانيك ها 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 منتش عندي أغنية نجلت قبل أيام نعم اللي هي شمها يا غالية من ألحان علي غالية وكلمات سلمان عدنان تحياتنا لهم وتوجيع علي عودة فاضل شمها يا غالية نعم نسمعها يا غالية تمرمرت يا غالية يا غالية تمرمرت يا غالية مو خالية الغيبة بيد مو خالية تعالي رجعي لي ترى بالقوة قلبه مصبرة أنت البشر ما تنسمع وانت البشر ما تنسمع بس وانت صارت عالية يا غالية تمرمرت يا غالية شكرا جزيلا إليك أستاذ خالي نغني من الشغلات الخفيفة اللي يحبوها الشباب أي فعلا أبدعت بهذا الصوت الرائع نشكر وجودك ويانا وأكيد نتمنى لك عيد سعيد لك و للعائلة وكل عام وانت بأل بخير يا رب اشتركوا في القناة